موسيقى يعلن ترشحه للرئاسة قبيل منتصف مارس الشروق الصفحة الأولى محلب يقدم العزاء في مقتل المصريين السبع في ليبيا الشروق الصفحة الأولى المسلمون يؤجلون زفاف أبنائهم في فزارة تضامن مع أسر ضحايا الأقباط في ليبيا الوطن الصفحة الأولى زويل للوطن أنا بصحة جيدة وحزين لتداول شائعة وفاتي الشروق الصفحة الثانية تعليق جزئي لإدراب النقل العام المصر اليوم الصفحة الأولى الاختبار الأول لقانون تعارض المصلحة شركة وزير الكهرباء الجديد تنفذ مشروعات بالوزارة المصر اليوم في صفحة الأولى السودان توقع اتفاقية لإنشاء قوات مشتركة مع أثيوبيا الوطن الصفحة الأولى قاضي القرن للوطن دخلنا مرحلة الحاسم والحكم على مبارك خلال ثلاث شهور المصر اليوم الصفحة الثالثة شيخ الأزهر لن نقبل بوضع الأقصى تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الوطن الصفحة الأولى الفيفا يمهل اتحاد الكرة عشرة أيام قبل تجميد النشاط القروي نبدأ على طول من جديد الأهرام ومتهالي الشغل الشغل المصريين الآن هو تشكيل الوزارة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة والأهرام في صفحة الأولى بيقول الاعتراضات تعارق لحكومة محلب هو تفاصيل الخبر طبعا فيها تراضات على بعض أسماء تم ترشحها للوزارات ومنها بشكل كبير كان وزارة الثقافة وبعض الوزارات الأخرى طبعا فكرة أنك هتعترضي على شخص مش هنخلص طبعا يعني لأنه ما فيش شخص يحظى بالقبول وهي الفكرة هنا هل أنت بتعين ولا بتنتخب أنت بتعمل بتختار شخص ولا بتاخد رأي الناس فيه هذا بيتمي بالتعين صح مش بالانتخاب مش بالانتخاب وهي فكرة الاعتراضات ما هو ما فيش شخص مش هتلاقي له ناس معترض عليه طبعا هو الفكرة اللي احنا كنا مفكرين أن احنا تغيرنا وعندنا ثورة وتغيير حصل أن أقيلت وزارة أو استقالت الله أعلم زي ما كل الناس المصريين اللي حد عارف دي إقالة ولا استقالة كنا عايزين قدر من الشفافات طب دولة مش يقول ليه وانت لما بترشح حد المفروض يطلع بيان للناس أنا رشحت أسامة الغزالي حرب الدكتور مع كامل احترامي لي للأسباب الآتية بزبط ده السيفي بتاعه وهم أهل هذا المنسب وده المنهج في وزارتي هو هيعمل كذا بزبط يبقى الاعتراض مش على الشخص على البرنامج والحاسيات بتاع التعيينه أو اختياره اللي حاصل أن احنا بنترح اسمها وخلاص فالفكرة لا طبعا كده عراقيل هتبقى مستمرة لحد ما يبقى نظام إكرار الأمر الواقع وده التكرار الممل وبعدين بفكر رئيس الوزراء المكلف فين الشباب مش كان فيه اقتراح لكل وزير ليه نائب شاب دي طبعا مش متروحة خالص المرة دي فبيتم اختيار الوزراء بدون اختيار نائب شاب يا جماعة انتو بتعيدوا الشباب وده مستصح وده بيعزلكوا عنهم وبيعمل مشاكل ممكن نحصدها قريب تاني بيوسع الجاب أكتر زي ما بيقول بيوسع الفجوة الفجوة هتبقى كبيرة جدا فين الشباب يعني الببلاوي كان فعلا بتتقال بشكل كبير ممثل صورة 1919 مع كامل احترامي ليه طيب دي صورتين فين الشباب اللي قاموا بالصورتين مفيش بس بيتم استخدامهم لحاجات معاينة يقولك شباب تمرد شباب 25 ينير بس هما فين بقى من المناصب فين الكوادر حاجات بسيطة وتمثيل بسيط يكاد لا يرى او تحس بيه تماما مع ان الافكار افكار كويسة جدا ما دي المشكلة بس بيتم تخوينهم اصلا يا أستاذ ربيل ما هو ما قدرش اخوين الكل ما قدرش اخوين الكل ودي فكرة غلط التعميم قفت الفكر واحنا في مصر بكل خاين الكل عميل لا مش كده وبعدين احنا عندنا كوادر شباب كويسة جدا طبعا السن بتاع الوزراء مهم الناس عشان تقلل الفجوة اللي حضرتك قلت عليها يبقى قريب من الشباب اللي هم 40% من شعب المصري دلوقت أكثر كمي من 40% هو الاحصائيات بتقولوا انه 40% اللي هم بيقولوها احنا ما عندناش ادوات غير اللي بتتقال طبعا فبيقولوا 40% من الشعب المصري شباب طب الفئة الكبيرة دي مش هترضيها بأي شكل يعني كان نفسينا في نائب رئيس وزراء شباب يعني مع كامل احترام احنا عندنا امل كبير في المحلب المهندس ابراهيم محلب لكن عايزين نشوف وجوه تانية وعايزين نشوف سنة اصغر حرام عليكم يعني الناس دي اللي هي في الاربعينات احنا بنقول عليهم اربعينات ده بره انا كنت في المانيا لما بتقابلي عمضة مدينة في التلاتينات من سن زابر لا اقول لسه كمان حكومة حكومة اطالة ديسة متشكلة والسن كله مبتقين فيه سيدات كتيرة جدا موجودة في الحكومة وفي نفس الوقت السن في الاربعينات هي دي مشكلة انا من رأيي اهم من الاعتراضات اللي بتصار حوالين وزارة الثقافة انت عايز ايه من وزارة الثقافة يعني هو ده السؤال اللي يترح مين اللي ينفذ هو موظف عام بدرجة وزير لكن الوزارة دي نفسها احنا عندنا قصور ثقافة مبنية من الستينيات على مستوى الجمهورية اكترحت مئة مرات وبقى اسمها قصور الثقافة والعلم لان انت المفروض انها بتقوم بدور انك تاخد الشباب المبدع من شعراء طيب اللي عنده اختراعات وهو في القرى وفي الارياف ومعندوش تمثيل لوزارة البحث العلمي انا اللي يهمني دلوقتي في الفترة دي اللي اقتصاد والعلم طبعا ومصر مش تغير من هل اتنين دول فبس لكن فكرة استقر على 26 وزارة خلينا نروح في علن الخبر البعد الوطن صفحياته الاولى محلي باستقرع على 26 وزارة والسيسي ينتظر صفقة روز خلينا ناخد الجزء الاول من الخبر في البداية ما هو الجزء الاول من الوطن غير الجزء الاول من الاهرام كأن فزورة او كأن انا بحل لغزة علشان اختر وزارة محتاجين اكبر قدر من الشفافية رئيس الوزارة قبل فلان طرح معا كذا وقبله بسبب كذا انا حيسي اخد كمان من كلام حضرك يا استاذ روبير هي فكرة لكل وزارة لازم يكون فيه جوب ديسكريبشن يعني بمعنى الوزارة دي بتعمل ايه وهتقدم ايه وعشان هتقدم لوزارة زي دي لازم يكون دي مميزاتي وصفاتي ده لو جاي لو انت حسبت اللي ماشي عمل ايه في الفترة بتاعته بالزبط يعني انا نفس حد يقول لي وزير العدالة الانتقالية الفلوس اللي اخدها على الفترة اللي فاتت دي ايه المقابل اللي اقدمه المصر ده صحيح من حقي كمواطن اعرف مش هيا بدفع الدرايب ايه خلاص قولونا هم عملوا ايه اللي مشوا دولة ونجحوا في ايه وفشلوا في ايه بالزبط نحق لنا عشان كمان نكمل بعد كده لان اللي بنيعرفه ان كل واحد بيجي بيهد بالزبط واللي بيجي بنبني عليه امل انه افضل من اللي فات واحيان بنلاقيه اسوأ فاخنا دلوقتي النظام بقى اللي هو قبل ما تقول رأي استنى سنة ونص فمستنين خلينا نقول والسيسي انتظر صفقة روسيا هو مرتبط بالخبر اللي بعده عمر موسى السيسي يعلن ترشحه للرئاسة قبيل منتصف مارس طبعا ديك التكاهنات كلها يعني عمر موسى بنفسه قال في فبراير وقال بعد روسيا وقال قبل روسيا ودلوقتي في نص مارس مش هعرف طيب احنا يعني مستنين ايه وستد عمر موسى المتحدث الرسمي هو قيل انه هو في اللجنة المكونة اللي قيل برضو وماعلنش رسميا ان فيه لجنة كونها الفريق السيسي الحملة الانتخابية بتاعته من ضمنها عمر موسى ولا وسيد هيكل وهيكل وخالد يوسف ومصطفى عبدالجليل ومصطفى عجازي مع كامل الاحترام والالقاب طبعا بس لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار مؤكدة عن ترشح المشيئة بتتحسيس لحد دلوقتي ما هو دي دي مشكلة لو ما ترشحش منظر الناس دي هيبقى ايه يعني ده ده تساؤل نفسي يسألون نفسهم ولو هم واسقين جدا من كده طب ما اعلنش ليه طب ليه هيحلف زي ما كان بقى الوطن هيحلف القسم بتاع وزارة الدفاع طب ما كان تغيير الحكومة زي ما قيل برضو في بعض الصحف انه علشان السيساء يترشح ففي حد هيبقى وزير دفاع وهو يعلم ترشح لكن الوطن بتقول انه هو هيحلف انه وزير دفاع وهيستقيل بعدها بكم يوم مش فاهم يعني ليه ما فيش اي قدر من الشفافية خلص لحد دلوقتي للأسف الاخبار نصها تكهنات وانا ما بلومش الصحفين زملائي لان انت ما عندكش معلومة ما فيش مصادر وما فيش مصادر طيب خلينا نروح للشروق وصفحته الاولى ومحل بيقدم العزاء في مقتل مصريين السبع بليبيا ومتهيالي مصر عاشت كام يوم اللي فاتوا صحيحنا الصبح على مقتل سبع مصريين في ليبيا وحنبقى لنا فترة كبيرة جدا كمان غير الدبلوماسيين اللي بيتم خطفوه ومشاهدات اللي بيتم خطفها مقتل المصريين السبع بدم بارد متهيالي لازم هنا يعني في الاول احنا بنعزي الاهالي الناس اهالي السبع الضحايا في نجا الشيخ مخيمر فالزارة بمراغة في سهاج انا معترض تماما ان رئيس الوزراء يروح يعزي البابا يا جماعة احنا مش طايفة في مصر احنا مواطنين مصريين البابا رأس الكنيسة المصرية وليس رأس الانطباط مع كامل احترام البابا تقدروس هو بروح يعزي البابا ليه هو احنا طايفة تبع البابا هو كبير الطايفة بتاعتنا احنا مواطنين مصريين واهالي الناس دولة هم اللي محتاجين يتعزوا البابا عزى الناس فانت تعزي الناس مش تعزي البابا يعني ده خطأ بيتعامل دايما يقولك مش عزيه الكنيسة تدخل في السياسة والبابا مش ممثل لأقباط سياسيا وكل تصرفات الحكومات بتيجي بتثبت عكس ده يعني الناس قلوبها موجوعة لو المهندس إبراهيم محلب كان عزاهم في كلمة كان بعد حد ممثل شخصي ليه في الجنازة اللي حضرها ألاف المسلمين ليهم كل التحية والحب لأن كان في صدق كبير جدا رصدته جريدت الشروق أن حفلات الزفاف لمسلمين القرية دي فزارة تم تأجلت والناس دي ده بقى لا تقولي لي رئيس وزر راح يعزي في الكنيسة عشان يتصور ولا الكلام ده الناس الناجع والمزعين ما بيعرفوش يمطع اسم البلد ولا يعرفوها فين على الخريطة لكن دولا المصريين ودي العيشة دولا المتشابكين مع بعض من غير بقى البوس والمجاملات اللي هي يعني فارغة فدي دي ناس بجد مصريين صحيح بتصرفوا بحكمة أفضل من الحكومة خلينا نتكلم عن نتيجة التحقيقات يا فندم لحد دلوقتي ما فيش دلوقتي أي نتيجة لأننا قرأت نهاردة صبح في المصريين من ناجي الوحيد من المذبحة دي مقدرش أقول إنه دي تحقيق يعني هو بيقول إن جماعة أنصر السنة وبيقول مسلحين ليبيا بيقتلوا الأعباط علشان أسكتوا مرسي لا صحيح هذا اللي تقال على لسانه النهاردة في جريدة المصري يومناجي الوحيد من المذبحة هو دلوقتي إحنا ليبيا دولة مفككة والأمن فيها مفكود المشكلة كان بيان وزارة الخارجية اللي طلع قبل أي تحقيق وقال لك الحادث جنائي مش طائفي عرفت منين يا وزير الخارجية نبيل فهمي يا محترم عرفت منين الحادث جنائي مش طائفي قبل أي تحقيق بتتكهنوا ولا بتتنبأوا ولا بتفتحوا المندل يعني اطلع عزي الناس وقول هنحقق وسفرتنا هناك هتشوف لكن ما تطلعش بالكلام نهائي وتقول ده حادث طائفي طبعا هو مش طائفي على حسب شهد العيان مش جنائي طائفي موقفك إيه في ناس ما بترعيش لمشاعر اللي هم يعني أسر الضحايا دولة وفيهم يعني فيه بيت فيه أخين يعني عندهم ألم كبير إلى جانب فيه حاجة فكرة التعاوضات اللي هي بالنسبة للمصريين ككل تحس اللقبات بيتعاملوا معاملة درجة تانية حتى في تعاويد الموتى لا بس متهاري تفتكر حضرك ولا مكون المصريين عشان بس مش عايزين يعني بوينت فكرة على حاجة لا يعني من خلال شغلي في الملف ده للأسف بلاقي كده يعني انتي عندك كانت الطفلة مريم بتاعة الوراء كانوا وزارة التضامن قدمت خمس تلاف ولما كان فيه حوادث ثانية كنا بنسمع بنقرة 30 ألف و20 ألف لا فيه فيه ده وأنا بقوله على مسؤوليتي ماشي غير العزل اللي في الكنيسة بطالوا الكلام ده عزي الناس احنا مواطنين تابعك انت رئيس الوزراء بتاعنا البابا رئيس روحي بيصم لي فكفاية كده خلينا نروح للوطن وصفحته الأولى زويل للوطن أنا بصحة جيدة وحدين لتداول شائعة وفاتي هو طبعا العالم المصري الكبير أحمد زويل كان كتير من الصحف كتبوا عن هو توفى وهنا فيه نفي للخبر الجزء التاني من الخبر مهم بالنسبة لي لأنه بيعلق على الجهاز اللي أعلنت القوات المسلحة عن اختراعه لعلاج الإيدز وفيروس سي فرأي زويل في ظل الطريقة اللي تقدم بها طبعا المؤتمر ما كانتش كويسة ودي مشكلة يعني المفروض كل إنسان عالم في مجاله بس انت لما تيجي تخط بالناس فيه حد تاني يعمل ده دي المشكلة اللي عندنا إن الواحد بفكر إن هو بيعمل كل حاجة الجهاز هو بيقول ودي بوهد إن الأساس ياخد الشكل العلبي والطبيق فالناس اللي بتتريق على وزارة الدفاع بقى إن الخبر بيدي أمل لناس كتيرة جدا كانوا الميا تكدب الغطاص انتوا بتتريقوا طب ما نستنى نشوف نشوف النتيجة ودي الجبل ودي النخلة زي ما بيقول قادي الجهاز ودي المرضى لو النتيجة في صالح المرضى يبقى ده إنجاز علمي وأنا قلت من شوية مصر مش هتقدم غير بالعلم والاقتصاد فده مهم جدا رأي عالم كبير زي زويل يمكن يسكت الناس اللي نزلة تريعها على القوات المسلحة بشكل السياسي طب هو ده رأيه إنه نستنى نشوف نتيجة الاختراع ده رأيه إنه نستنى وإنه كان طبعا معترض على الشكل اللي تقدم به وقال فيه خطوات علمية مبارح كانت المصر اليوم عاملة حوار مع اللوة صاحب الاختراع وقال إن فيه مجلات علمية نشرت عن الاختراع زي ما بيطالب زويل فإحنا نستنى دلوقتي التجربة يعني البيانة على ما ندع دلوقتي نشوف إيه بقى مشكلة صبع قفتة ومش قفتة والتهريج اللي بقى محبط لكل حاجة يعني تحسي بفيه فئة موجودة في المجتمع دورها إنها تحبطك من كل شيء مع إن ده أمل كبير وده الكوات المسلحة وهم متقدمين فعلا يعني هم عندهم تقدم عشان كده الناس بتلاقي حلول كتير على الضهم فنستنى ونشوف زي ما حالك قلت إحنا ساعدت بنفتقد شوية طريقة البرزنتيشن أو التقديم هي كان تقديم سيء للأسف يعني كأنك عاملة حفلة ممتازة وبتقدمها في الشارع كده فكان المفروض إنه ده مؤتمر علمي يحضره ولي يتكلم حد يكون فاهم يخاطب الناس إزاي ويبسط المعلومة إزاي لأن هنا التبسيط كان تبسيط يعني مش عايزة يعني تبسيط صعب قوي يعني تبسيط أتاح السخرية ده صعيح هلنا نروح للشروع وصفحيته التانية تعليق جزئي لإضراب النقل العام بصراحة أنا متغاز من المضربين بجد يعني لا متغاز يعني هو شايفين البلد ما يواع علينا كلنا يا جماعة عاي فاندن بس إحنا خلينا برضو نقول أنا عايزة لعب الدور التاني برضو يعني أوكي أنا ما حدك إنك تكون متغاز فإنه أنا عايزة إنه والله دي كانت مطلب ومطالب لحد دلواتي لسه ما تحققتش تتحقق منين طيب خلص تتحقق منين أنا قلت وطرحت كنت تتحقق منين ما نحن دلواتي الساحة واععة الاقتصاد واقع ما فيش أيستثمارات عايز فلوس وهب على فكرة النقل العام والشهر العقار بياخدوا برتبات كويسة عايزين تاني وحقهم كل المصريين حقهم ياخدوا مرتبات أفضل بس انت بتضرب دلوقتي بتخدم مين؟ ايه اوكي بس دلوقتي متهيألي سبب الاساسي الاضراب هو متهيألي عدم تطبيق لسه الحد الأدنى والحد الأقصى للأقصى هيتطبقوا منين يا جماعة هو صدور القانون ده كان غلط أصلا طيب ما هي المشكلة يا يا فندم اللي كنا بنكلم فيه أنا وقالها وحضرتك عن فكرة الشفافية ما هو احنا احنا مطرفين بدا المشكلة ان تيجي الحكومة تيجي تقول لي والله لا الوضع عندي كويس والحياة تمام وانا مش عارف انت بتضربوا على ايه؟ طب ما تتلعوا تقولوا ان ما فيش فلوس تلعوا تقولوا ان ما فيش حاجة الناس عارفة لكن الحكومة بتاعتهم بتقولش ومنتباتهم بتتصرف بملايين فانا مش عايز يعني الناس بارهم بتاعتهم بصراحة اه طبعا فيه استفزاز يعني وانا بقولك فيه استفزاز وما فيش اي تقشف قالوا عليه عملوه والمستشارين لسه موجودين لكن الفكرة في حاجة انا بخاطب اللي هو ضمير المضرب انت شايف كي حكومة فيها اخطاء لكن انت شايف البلد واع البلد واع على الناس كلها وفيه فئات كتيرة تانية فلوسها قليلة بس مش مضربها كتيرة جدا فانت بتضرب بتخدد نين دلوقتي المشكلة في التوقيت وانك مش شايف او شايف جزء واحد من الصورة اللي هو الوزراء احنا عندنا حاجات كتيرة لو تفككك هتتوفر فلوس بس يعني يبقى فيه صب فكرة الحكومة تصرح الناس بان الاقتصاد واقع ده ممكن يهرى باستثمارات اكتر انا مش بكلام انه يعني الاقتصاد بس اتليسي بقى فيه خطة خطة تقول لي والله انا الوضع كلقاتي دلوقتي وانا محتاج معاك وتضامن يعني لازم يكون فيه مشاركة حقيقية من كل الناس السيسي على فكرة في وقت في خطاب قال الناس اللي هي عايزان اترشحوا وبيطالبوا بفلوس وشركتهم بوعا يعني احنا الاوتوفيسات بنركبها سيئة جدا والمترو والمترو بقى كبير الكبير اللي بتقع على الناس يعني البلد فيها عايزة ميديا تحتية من جديد فانتوا اصبوروا لكن تضرب والاطباء والصيادلة والشهر عقا طبيب اللي بيدرب وفيه مريض بيتقلم قدامه لا بس احنا متحقل راستنا يمكن في نهارك ساعته عملنا اكتر من فكرة قبل كده مع الاطباء ويمكن كمان مع النقباء كمان من الاطباء بيقولوا لا يعني الاضراب بيكون في وقت معين وان الخدمات بتتقدم المرضى طب وقت معين لو واحد هو المرض ليه وقت لا يعني بمعنى انه لو فيه وقت معين بس او على ناحية تانية الخدمات بتتقدم للمرضى يعني الموضوع مش مضربين تماما عن العمل انا مبارح يري ان فيه في دميات مرضى تخنقوا مع الاطباء والاطباء مرضيوش علكم ده كان في المصر اليوم مبارح بس انت بتدي فرصة انت طبيب مهنة انسانية رقم واحد انا معاك ان هادولة اكتر فئة مظلومة فعلا اكتر بسواق النقل في البدلات والحوافز وكده لكن انت مهنتك انسانية يعني دي رقم واحد خلينا نروح للمصر اليوم انا اسفل الاختبار الاول لقانون تعارض المصلحة شركة وزير الكهرباء الجديد تنفذ مشروعات بالوزارة هو الوزير اللي تم ترشيحه لوزارة الكهرباء بيقولوا ان هو يعني كان بيعمل مشروعات للوزارة فده بيتعارض مع قانون تعارض المصلحة اللي هو ما ينفعش انك تجيب لي وزير هو مستفيد اصلاً وانت عارف الطريقة هيخلي الشركة باسم حد اخته ولا قريبه ويدرها وبعد كده يوكل لها شو احنا ما نكرر تاني نفس ال لان الاساس هو هو انت الكتالوج اللي ماشينا عليه ما تغيرش اشكرك خلينا نروح للمصر اليوم انا يعني بقى المصر اليوم اصف هلقول السودان توقع اتفاقية لانشاء كوات مشترفة مع اثيوكي ايه الموضوع ده بقى طبعا بصي هو في دول بعد سقوط الاخوان بتحارب مصر بشكل واضي السودان كانت هتاخد حلاقب وشلاتين فدلوقتي خلاص مش هتاخدها وعرفوا حدودهم فالحل ان انا دايق مصر حتى بقوات مشتركة مع اسيوبيا وما يشوف الجنوب ويشوف البهدلة اللي عنده يعني انت بتكلم فيه بتستفز مصر وخلاص حسن فيه اياد خفية برضو لبعض الدول التانية اياد خفية احنا طي ما قفنا ايه من ده كله موقفنا ايه احنا هنفضل لحد سد النهضة ما يبقى امر واقع كل الحاجات المطروحة قدامنا الحقيقة دلوقتي واعة وما فيش مواجهة حقيقية ففيه جهات معينة هي اللي الناس مستنية ومتوقع ان يبقى فيه تصرف مصر زي ما بيقول هيكل دايما فيها ملفين هم اللي ممكن يضيعوها او يخلوها تتقدم النيل والوحدة الوطنية فده ملف النيل مع مين بقى وفين الشفافية يمكن هنا ما فيه الشفافية يمكن نسحة الصبح اللي فيه مفاجأة بالنسبة لصد النهضة ده اللي الناس مستنية الكاتب الصحف المتميز السيد روبير الفلس بشكرك على ويبتك معنا النهاردة شكرا لك مستي واكيد هيكون لنا لقاءات تانية بتمنى لك نهار سعيد يا رب نهار سعيد ننتقل معكم الفاصل سريع ونكمل معاكم فقراتنا فاخليكم معنا